يعني هو النهاردة يوم من الأيام الرائقة يعني هو مش بس يوم هي فترة مرحلة يعني لك أن تفخر الحقيقة أنك أنت أهلاوي عزيزي الأهلاوي والله يقولي لأ وعزيزي غير الأهلاوي كمان يعني هاتك ببيت الشاي كده وتعالى نتكلم مع بعض كلمتين من القلب للقلب طبعا جمهور الأهلي فرحان بتأهل مباراة النهائي وبإذن الله بإذن الله تكون النجمة رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي أهلا بالترجي طبعا منافس قوي وحدث ما لم يتوقعها أحد وده لينا فيه كلام كتير إحنا طبعا أفلنا صفحة أفريقيا وعندنا مطشاط مهمة في الدوري عندنا أربع مطشاط قبل مواجهة الترجي التونسي الأول في رادس موقعة الزهاب في رادس ثم مباراة العودة في القاهرة ولينا برضو كلام يعني لينا كلام كنتم أتكلم أنا والزملاء إن شاء الله بستعتقد دايبان أكتر بعد جولة الزهاب بعد مباراة 18 بعد 18 يبقى الكلام على جولة القاهرة بقى هنا مباراة العودة والتتويج بإذن الله للنادي الأهلي تتلعب في الأستاذ القاهرة تتلعب في الأستاذ مصر لينا وقف مع كلام ده لكن تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة الحقيقة أنا بقول لكم ليه إحنا بنعيش مرحلة من مراحل الفرحة اللحظة من اللحظات اللي تقريبا تقريبا تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من جماهير أنديت العالم تحلم في يوم الأيام إنها تعيش نفس اللحظة ونفس المشاعر ونفس الأحاسيس اللي بتعيشها جماهير نادي الأهلي على كل المستويات على كل مستويات المرحلة دي بترجم جزء بسيط من سر عظمة وتواهج نادي الأهلي أنت بتتكلم على تفوق شبه كاسح مش على مستوى المنافسة المحلية لا أنت بتتكلم على السيطرة بشكل شبه كامل على كل الألعاب الجامعية في قارة إفريقيا بتتكلم على أنه الأهلي هو ممثل القارة في ألعاب كرة القدم على مستوى المنافسة العالمي هو ممثل قارة إفريقيا في كرة القدم في كرة اليد في كرة الطائرة وبإذن الله بإذن الله المشاركة في الجولة الأخيرة أو البطولة الأخيرة أو الراوند الأخير من بطولة البل خلاص الأهلي ضمن بصرف النظر عن نتيجة مباراة النهاردة لكن بإذن الله إن شاء الله الأهلي زي ما عودنا فرح جمهير ويكسب النهاردة ويتصدر المجموعة ويشارك كصاحب مركز أول وبإذن الله قادرين على التتويق ببطولة البل اللي احنا بنحمل لقابها وبإذن الله يكون الأهلي أيضا هو اللي بيمثل إفريقيا في كرة السل لكن مش ده الكلام الكلام اللي جاي بعدنا والكلام اللي فات قبل كده ومنحاول نترجمه مع حضراتكم للناس اللي تولدت من أول عشرين خمسة وعشرين سنة وبتدت النهاردة أو ابتدت من من العشرين أو خمسة وعشرين سنة تفهم يعني رياضة وتفهم يعني إيه منافسة وتفهم يعني إيه هواية بيحب باسكت بيحب فولي بيحب هاند بول بيحب كرة قدم وما لقاش غير الأهلي على الساحة بتتكلم على حجم جماهيرية وشعبية زاد بشكل طاغي جدا في العشرين سنة الأخيرة وما فيش غير الأهلي الحقيقة يمكن اللي مفرح جماهير الكرة في مصر وجماهير الرياضة في مصر واللي رافع اسمه مصر على أن زمان في حسس التاريخ كنا بندرس على بريطانيا إنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وهنا جات من دماغي كده يعني عادت أفكر هو ليه الأهلي؟ ليه النادي الأهلي؟ هو إمبراطورية الرياضة التي لا تغيب عنها الشمس ليه الأهلي؟ مش مرتبط بجيل معين مش مرتبط بمرحلة معينة مش مرتبط باسم المدير فني معين كل المدير الفنيين اللي جون في النادي الأهلي عزيزي الأهلاوي وعزيزي غير الأهلاوي قدروا أن هما يصنعوا المجد ويكتبوا قصة نجاح مع النادي الأهلي وكفي أن أنا أقول لك أنه ثلاث أسماء بس ثلاث أسماء بس قدروا أن هما يحققوا تسع ألقاب للنادي الأهلي على مستوى المشاركة في بطولات أفريقيا بكلمك على ثلاث أسماء بس على وشك تحقيق التسعة يعني بنتكلم على مانويل جوزي بنتكلم على موسيماني بنتكلم على مارسل كولر اللي في خلال سنة واحدة بس اللي مقدرش يحققه في سنين عمره كلها رغم أنه لعب في دوريات أوروبا وفاز ببطولات في أوروبا ودرب أنداء ومنتخبات في أوروبا لكن المجد والتاريخ كله كتبوا هنا مع النادي الأهلي وده اللي ينطبق بشكل كبير جدا عن جوزي وينطبق بشكل كبير جدا عن موسيماني الأهلي مش مرتبط بجيل من اللاعبين كل الأجيال اللي جات حصدت ألقاب وبطولات الأهلي مش منشستان يونايتد اللي كان عنده فترة من الفترات أليكس فيركسن معه جيل مميز جدا من اللاعبين زي راين جيكز وبوز كولز ودافت بيكهم ورونالدو في بداياته ودويت يورك وريو فردناند وفندر سار قدروا أنهم يأكلوا الأخضر ويليابس في المرحلة ثم توقف منشستان يونايتد عن كتابة التاريخ ولهو برسلونا اللي تحت قيادة بيب جورديولا وقيادة ميسي وإنيستا وشابي وبسكتس وديفيد فيا ومن بعده سواريز وكارلس بيو